كلام عون الأخير شكل إهانة لكل اللبنانيين وقد ذكرنا بالطريقة التي اعتمدها عندما تمرد على الدستور وعلى القانون هكذا رد رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة على حملة العماد ميشيل عون ضد ما يسمى بالحريرية السياسية السنيورة استذكر في كلامه الاعتصامات التي كانت تنظم في قصر بعبدة في العام 1989 ذلك الكم الكبير من الكيد الذي يعتمل في صدورهم ويحاولون أن ينفسوه عبر هذه التصرفات كما تمنى أن يعود الجنرال عون ويترفع عن هذا الاسلوب ويخاطب الحجة بالحجة لو لا شعور الجنرال عون بهذا أيضا التردي في مستوى شعبيته فأعتقد أنه لجأ إلى هذا الاسلوب ربما يستطيع أن يجيش أكثر من جهة أخرى اعتبر رئيس كتلة المستقبل أن بيان المجلس الوطني السوري شكل نقطة تاريخية ومهمة في تاريخ العلاقات الثنائية هذه الخطوة التي قام بها المجلس السوري الوطني كانت خطوة هامة جدا وهي تعطي نموذجا لكيف يجب أن تكون العلاقة بين هذين البلدين العربيين الذي يربطهما هذا الريباط الوثيق إشارة إلى أن مواقف السنيورة أتت على هامش استقباله وفودا من مدينة صيدة شكرا شكرا